نروح بقى الخبر مهم جدا ومد أجل الحكم على عشماوي و207 متهمين بأنصار بيت المقدس ل1 ديسمبر حضركم بتتذكروا عشماوي اللي السلطات الليبية الجيش الوطني اللي بيسلموا للسلطات المصرية في أول يونيو الماضي يعني هذا الرجل اللي ترقص أحد التنظيمات الإرهابية في ديرنا وطبعا بعد مواجهات عدينا بمين وما بين الجيش الوطني الليبي تم القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية واللي بدورها بتحكمه حاليا في عدد من القضايا اللي هو المتهم الرئيسي في هذه القضايا النهاردة محكمة جنيات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قررت مد أجل النطق بالحكم على الإرهابي هشام عشماوي و207 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس لجلسة 1 ديسمبر المقبل لتعزر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية النيابة كانت قد وجهت للمتهمين تهم تهم إيه بقى؟ تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإدرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة بحركة حماس تخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وأحراز الأسلحة الآلية والزخائر والمتفجرات وفي مايو الماضي أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في قضية أنصار بيت المقدس 3 بالحكم على هشام عشماوي بالإعدام شنقا القضايا بالمتهم فيها عشماوي عدوا معايا بدأ اسم هشام عشماوي يطفو في العام 2013 عندما اتهم في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم في شهر سبتمبر بعد تعرض موكبه لانفجار سيارة مفخخة وأسفر الحادث أنا ذاك عن إصابة 21 شخص وتورط عشماوي في استهداف قوات الأمن في عرب شركس بالأليوبية والاشتباك معهم كما برز اسمه في حدث التفجير مدرية أمن الدقاهلية في ديسمبر 2013 والتي استشهد على إثرها 16 من رجال الشرطة والمواطنين في يوليو أكتوبر 2014 تورط الإرهاب هشام عشماوي في حادث كميني الفرفرة وكرم القواديس والتي استشهد فيها حوالي 49 مجند وفي يونيو 2015 لاحى اسم هشام عشماوي حيث اتهم بالتخطيط لاغتيال المستشار الراحل هشام بركات النائب العام بعد تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة كما تورطه في التخطيط والتنفيذ لحادث ألواحات والذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة كما استهدف حافلة تقل مواطنين أقباط بالمينيا في 2017 مما أدى الاستشهاد 29 شخص وفي نوفمبر 2017 أحال القضاء هشام عشماوي وآخرين من المتهمين بقضية أنصار بيت المقدس والتي تحمل رقم 2 شرق عسكرية لسنة 2016 لفضيلة المفتي والمتهمين بتنفيذ الهجوم على كمين الفرفرة وعمليات إرهابية داخل البلاد ايه مصير هذا العشماوي؟ بينظم قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية تنفيذ عقوبة الإعدام ب16 مادة حيث جاء بهما أنهما تصار الحكم بالإعدام نهائي وجب رفع أوراق الدعوة فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ضرف 14 يوما ويوضع المحكوم علي بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدر النيابة العامة على النموذج الذي يقرر وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مصطور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استفاءة الإجراءات التي يتطلبها القانون وعلى إدارة السجون اختار وزارة الداخلية ونائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وسعته يعني شوفوا حضراتكم هذا الشخص بهذا الفكر المتطرف بخلفياته العدائية للحياة أصلاً وللإنسانية وللضمير والدين بصوا تسبب في مقتل كام شخص في أكتر من مكان مش بس جوة مصر لكن كمان برا مصر وتخرج منظمة زي الهيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية أو التقرير الخاص بمفوضية حول إنسان في الأمم المتحدة يتكلم عن أنه في مصر ما فيش محاكمات لا تعالوا بقى شوفوا المحاكمات تعالوا تفرجوا على المحاكمات وشوفوا الإرهابيين اللي بيتحكموا بقى لهم سنوات طويلة وارتكبوا أفعال محدش يقدر ينكرها كل هذا متصور بالصوت والصورة كل الأحداث الإرهابية دي والأدلة على تورط هذا الشخص وآخرين موجودة وبالرغم من كده وغدين حقهم في التقادي بشكل يعني ما فيهوش أي شيء يمس العدل أبداً ترجمة نانسي قنقر